موضوعنا عن copy constructor هنبلش في السؤال الأول هو student grade list إيش يعني copy constructor وين هنستخدمه؟ في هذا السؤال بيحكي لنا في عمى class اسمه student هذا اللي class رح يكون فيه grade of student يعني هالطالب في عنده مع مجموعة من العلامات فالlist تبعتنا طبعا هذا الموضوع هو تكملة لموضوع list اللي أخذناها مش اللاب الماضي اللي قبله كينا شو يعني list هي مجموعة من elements اللي بيكون لها length معين الليست اللي أخذناها مبدئيا كانت دائما الarray اللي هنفس size لكن في هذا اللاب حنشوف إنو الarray هيكون مختلف object 1 مش نفس object 2 مش نفس object 3 وهكذا فحنحكي عن list كمان مرة تكملة لكن هنشوفها بطريقة أخرى الليست اللي أخذناها في اللاب الماضي كانت static allocation شي يعني static allocation؟ يعني أنا بحجزها من البداية إلى نهاية البرنامج حتى لو خلصت شغلي منها ما بقدر أحدثها لكن في هذا اللاب حنحكي عن الليست اللي بيكون فيها الarray dynamic allocation شي يعني dynamic allocation محجزها متى ما بدي وبحذفها أو بتخلص منها أو بحررها من الذاكرة متى ما بدي طبعا لما نحكي dynamic allocation بدي يخترع بالنا pointer مع the new و delete operators فالclass تبعتنا رح يكون فيها list لكن هاي الليست مبنية dynamically ايش يعني dynamically؟ يعني هيكون عنا داخل لclass pointer إبارة عن number فهون زي ما شايفين في عندي لclass اللي اسمه student مثلا أنا بدي student إلو مجموعة من ال properties اكتفينا بس بهدول اللي هنه ال id نوع string بالإضافة لlist of grades يعني هالطالب إلو مجموعة من العلامات احنا مخزنينها في array عشان أقدر أخزنها في هاي الarray حكينا أنا بديها dynamic allocation أول الأشي زي ما شايفين في عندي pointer هذا ال pointer اسمه list نوع integer هذا ال pointer أنا حستخدمه في بناء الarray أنا حستخدمه في بناء الarray طيب أنا لما بدي أبني الarray لازم أعطيها size لازم أعطيها حجم ففي عنا data member اسمه maximum number وفي grades هاي الماكسيمم number في grades اللي هي size للarray اللي أنا بدي أبنيها فكمان مرة بتذكروا تم حكينا عن الجدول الدراسي بالمحاضرة list كنا نحكي في عنا إش اسمه capacity والregister capacity c على القصوى register عدد المسجلين بالمقابل هون عنا الماكسيمم number في grades اللي هي السعة القصوى لكن حكينا مش كل شعبة قد الثانية إذا بتذكروا في class list اللي كتبناه بالمرة الماضي كانت الarray لها حجم واحد محدد اللي هو 50 لكن احنا بنعرف إنه الشعبة مثلا ممكن واحد يكون فيها 20 واحد يكون فيها 40 واحد يكون فيها 60 واحد يكون فيها 60 هذا المقصود بالdynamic allocation إنه مش كل الobject سيكون فيهم نفس size للarray سيكون مختلفة فهون الماكسيمم number في grades اللي هو حجم الarray اللي أنا بدي أحجزها dynamically باستخدام الpointer list وفي عنا اللنس بنعرف شي يعني اللنس هي عدد الإلمانس اللي موجود فعليا في الarray اللي مبدئيا دايما دايما اللي موجود فعليا في البرامتر يعني بدي يمسكهم واحدة واحدة ويعطيهم قيم فالid هيعطيها البرامتر الأولى اللذف حكينا مبدئيا داخلها إيش هي إنتجار equal to me هي اسمها default parameter إذا أنت أثناء الcreation أعطيت قيمة لها رح يجاهلها الcompiler إذا ما أعطيت قيمة هو رح ياخذ default فالdefault parameter بحكي لك إذا أنت بعض سلي قيمة للبرامتر أنا بأخذ قيمتك لكن إذا ما بعض سلي ما بأعترض عليك بس بأخذ default اللي عندي فهي البرامتر الثاني رح تكون عبارة عن maximum number of secrets اللي هو هحدد من خلاله حجم الarray تبعيتي هون نحكي له إذا اليوزر ما أعطيت احجز له 100 احجز له حجم الarray 100 بالإضافة له هذا الpointer هذا الpointer من خلاله أنا بدي أحجز dynamic array فخلينا نبلش بالconstructor زي ما نشايفين هون إحنا معطين كل class interface وإحنا من نكتب مش كل الفنكشنات فيه فنكشنات مكتوبة لكن مبدئياً بدنا نكتب الconstructor طبعاً هاي الdescription للconstructor ما رح نعطيكو أي معلومة زيادة بدك تعرف وظيفة الconstructor بدون ما نحكي لك في السؤال الconstructor used to initialize ثلاث شو يعني يعني عشان يعطي طيمة ابتدائية لكل واحدة من ال data members اللي موجودة داخلي تمام فخلينا نكتب الparameterized constructor هذا حل للشعب الماضية خليني بس أشياء لل طبعاً فيه جزء كبير مكتوب إحنا بس هنكتب الأشياء اللي هنتعلمها جديد وزي ما رح تشوفوا هذا اللاب ولا رح نعمل إشي جديد رح نتعلم بس إنه كيف نحجز هالري ونشتغل معها dynamically وهاي إحنا نكتبها وورضو هاي إحنا ببنى نكتبها أوكي في المين هنبلش كتابه من هون سوري بس لأنها بحل الشعب الأولى وبيظل متقطب فيه يلا فكمان مرة نبلش به الconstructor نأخذه ونكتبه outside the class خلاص حكينا دائما نتعود نكتب برا لclass بس ما ننسى نحكي إنه هار عبارة عن function موضو الداخل اللي كلاس اللي اسمه student وانتجاه بي أسميها مثلا size أول ملاحظة حسا أول ملاحظة إذا بتذكروا default parameters إذا البرامتر تأخذ default value لازم فقط تكتبها في البروتوتيب ممنوع ترجع تكررها أثناء implementation للفونكشن يعني تطلعوا هون بس بكتبها في البروتوتيب إذا حاولت أكررها أرجع أكتبها هون بالفونكشن هدر رح يطيني مباشرة عليها error فلا تحاولوا ترجعوا تكتبوها بعطيك البروتوتيب خلينا نمسكهم واحدة واحدة بحكي لنا هون البرامتر الأولى الـ i بدي أعطيها للـ dataMember id فبحكي له id equal to i من أول واحدة خلصناها الـ length شو بدي أعطيها كانت دائماً أي list بتبلش الـ length إلها 0 maximum number of the grades مين بدي أعطيها؟ بيعطيها قيمة size فهون بحكي له maximum number of the grades خليها بتساوي البرامتر الثانية بإسمها size وآخر إشي الـ pointer اللي اسمه list بدي أستخدمه لحتى أبني من خلاله dynamic array size الليها بيساوي maximum number of the grades فهون بحكي له اسم الـ pointer list equal من خلال الـ new operator بحجزني طبعاً نوع الـ pointer integer أنا بحجز له integer نوع float بحجز له float لو كان نوعه من struct معين بحجز له من نفس نوع هذا بعدين between square brackets بحكي له قداش بدي حجم الـ array حكينا هو maximum number of the grades تمام هاي بالنسبة لشغلة الـ constructor فدائما الـ constructor يستخدم to initialize the data member هسا ملاحظة احنا هون قاعدين نشتغل على الـ array يعني في أشياء لازم تعرفوها لحالكو يعني زي مسلمات بتكون في البرمجة نحن برشين recording صح نعم أوكي في أشياء في البرمجة بتكون مسلمات احنا لازم نعرفها لحالنا مثلاً هون افرض أنا كيوزر بستخدم برنامجك أعطيتك size negative بصير هذا الحكي يعني أنا كأني بحكي لك بدي أعطي size للـ array اللي بدي أبنيها negative بصير لا معناها لازم برنامجك يعمل validation أو check للvalidation للقيام اللي أنت مسلمها لهاي الـ parameters بالمقروض maximum number of grades تكون قيمتها موجبة فأنا لازم قبل ما أعطيها قيمة الـ parameter بدي أشيئ نحكي له هل الـ parameter اللي اسمها size قيمتها أكبر من zero إذا آه كنشي أموري وبعطيها لديك الممبر اللي اسمها maxing number of figures طب إذا لا آه هزا هاي رح ترجع للسؤال إذا لا مثلاً احنا نحكي لكم أعطيها القيمة مية يعني خطها من عندك سيد default value اللي عطيناها للـ parameter تمام كمان مرة هاي الأشياء يعني انت كمبرمج لازم تعرفها لحالك منه الـ array size لها لازم يكون positive معناها أنا لازم أشيئ مش مما أخذ أي size موجود عندي مع الـ parameter وخلص هاي بالنسبة لـ constructor أو parameter constructor الثاني زي ما شايفين اسمه student وهو برضو constructor لكن وشماله copy constructor من شكله هاد عبارة عن copy constructor اتذكروا ماذا يعني copy constructor هو constructor لكنه من نوع مختلف ايش يعني من نوع مختلف يعني من خلاله انت بتقدر تنشئ object بأنك تنسخه أو تنسخ قيمه من object ثاني من اسمه الـ constructor الناسخ بمسك object وبصير ينسخ قيم الـ data members اللي موجود فيه على الـ object الجديد اللي بده ينبنى شو يعني ينبنى كمان مرة هادا constructor يستخدم لبناء object لكن لما بدي أبني ما بدي أروح على الـ constructor العادي بدي أروح على الـ constructor الناسخ اللي بيعملي نسخه طبق الأصل من الـ parameter اللي هيوصله بخليها نكتب الـ copy constructor الكوبي constructor دائما شكله ثابت ومش يحفظ لكنه خلاص يعني وظيفتهم بينه بده ينسخ كل الـ data members اللي موجودين في الـ parameter object على الـ color object خلينا نشوف كيف أوكي هون بنا نعطيها طبعا ملاحظة الكوبي constructor لازم يخط exactly one parameter هاي الملاحظة الأولى لازم parameter واحدة أكثر من هيك أقل من هيك بيبطل كوبي constructor وهاي الـ parameter لازم تكون reference من نفس نوع لـ class طب عادي تكون by value لا لازم تكون reference من نفس نوع لـ class هاي 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 الـ cost اختيارية أنا بقدر أحطها أو أشيلها const هاي معناها ما تحاول تعدلي على الـ parameter object طبعا احنا حكينا بالعادة الـ cost نستخدمها مع reference ليش؟ عشان نمنع أي تغيير يصير على النسخة الأصلية للـ parameter أوكي فإحنا هكينا هذا الكوبي constructor بديو يعمل نسخة طبق الأصل ما بين parameter والcolor الـ object اللي بتوين بنا يعني تاليا أنا هيك عندي الـ object الاثنين هاي الـ object اللي من نوع student رح يكون فيها الـ id هاي الـ id ورح يكون فيها length ورح يكون فيها maximum number of the grades ورح يكون فيها الـ pointer هذا الـ pointer بدو يقشر على الـ array اللي إحنا رح نبنيها مثلا هيك whatever شو كان حجمنا حجمنا هيك يعني إنه شو ما كان حجمنا تمام فهاي كمال مرة خلينا نكتب عليها هاي مثلا الـ id هاي اللي وهاي وهاي maximum number of the grades بس يسميها maximum تذكروا إنها maximum number of the grades تمام وهاي الـ pointer اللي اسمه list اللي أنا استخدمته لحتى أحجز من خلاله الـ dynamic array فهاي شكل الـ object أنا حكاية الكوبي constructor بيعمل نسخة طبق الأصل من الـ object يعني لو الـ id فيها 1 2 3 والlength مثلا فيها 3 اللي هي مثلا العلامة 90 اللي أكتبها كتابة ريحي مثلا هاي فيها العلامات 90 77 80 و 80 هاي 1 50 و 3 هون على فرض إنه maximum number of the grades هو 50 فالإندكس الأولى هتكون 0 الـ الثانية واحد وهي 2 وهي آخر واحدة دائما آخر عنصر موجود على الـ الـ index اللي هو maximum 7 49 لكن فعليا أنا بحكي هون الثلاث ايش يعني ثلاث يعني أنا فقط في عندي ثلاث elements في هاي الأرية هنه مثلا 90 88 و 65 أوكي فهاي الـ object الأولى لو أنا بدي أبني object من خلال الـ copy constructor إيش هنعمل؟ طبعا هاي الأبجيكت الثانية اللي هتكون لنفس شكله لكن مبدئيا بتكون مش معضية إحنا حكينا دائما create the object أول إشي حيحجز ذاكرة بعدين حينادي على الـ constructor المطلوب فهون مبدئيا نحييو حجز ذاكرة فهاي هذا اسمه الـ color object اللي بده ينبنى هذا الـ color أو الـ new object اللي بده ينبنى وهاذ اسمه الـ parameter هاي الـ color وهاذ اسمه الـ parameter object زي ما نشايفين الـ parameter بيكون ما بني جاهز parameter object بيكون ما بني جاهز وأنا بس بدي أخذ منه القيم الـ color أو الـ new object اللي بده ينبنى فعليا الـ copy constructor شو بعمل بنسخ بحكي الـ id لا الـ new object بتساوي الـ id للـ parameter الـ length للـ new object بتساوي الـ length والـ maximum number في grade بتساوي لكن هل بقدر أحكي انه list خليها بتساوي list لا هذا الشغل مين كان يعمله كان يعمله الـ default copy constructor اللي من الـ compiler فإحنا بلدنا نكتب user defined copy constructor ليش؟ عشان أتخلص من مشكلة الـ default copy constructor اللي أشكرت مشكلته مشكلته كانت إنه بعمل shallow copy شو يعني shallow copy بيخلي الـ two pointers يأشروا على نفس الـ location يعني شوفوا كيف هيشتغل الـ default اللي من السيستم نفسه بيتش بيحكيلي أنا بدي أعمل لك نسخة طبق الأصل هذا الـ object اللي جديد بدي يأخذ نفس طيام الـ object اللي موجود يعني هاي هيأخذها واحد ثلاث هاي هيأخذها ثلاث وهاي هيأخذها خمسين آه وهاي list شو هتعمل هتأخذ على فرض مثلا هاي كان فيها الـ address الـ pointer list تأشر على الـ address الفرا لو أنا بدي أشتغل copy constructor الـ pointer list هاي رح تأشر على نفس الـ location هاي المقصود بـ shallow copy إنه pointerين من objectين مختلفات أشروا على نفس الـ location أنا بدي أمنع هذا الاشي كيف أمنعه من خلال إنه أنا أعمل copy constructor خاص فيي بكل بساطة أنا بدي هذا الـ pointer ما يأشر على نفس الـ location بدي أشر على نفس المحتوى معناها سب ننحل مشكلة الـ shallow copy بأننا نعمل deep copy الـ deep copy بكل بساطة خطوتين أنا ما بدي الـ pointer في الـ new object يأخذ قيمة الـ pointer اللي موجود في الـ parameter object لا أنا بدي بالأول يبني location جديد يعني هيك هيعمل هيروح يحجز الـ ray نسخة طبق الأصل عن الأولى يكون الـ size لها خمسين زي هاي فهو هيحجز هيك مبدعيا الـ number one في الـ deep copy يحدز الـ ray جديدة step number two ينسخ القيم اللي موجودات في الـ ray الأولى اللي هي الـ parameter object على الـ ray فهيك لاحظوا هذا اللي بدنا نعمله في الـ copy constructor الشلو كان عندي الـ ray وحدة مشتركة بين الـ object لكن في user defined اللي إحنا مننا نعمله زي ما نشايفين كل واحد من الـ object له الـ ray خاصة مختلفة عن الثاني فخلينا نشوف كيف رح يشتغل الـ copy constructor تقريبا أنا حكيت خطواته هون انسخ من الـ parameter على color أوكي فهي الـ copy constructor أنا بدي الـ id لـ color دائما دائما الـ parameter اللي هي جاهزة رح أخذ منها القيام هي مش حفظ لكن الـ parameter دائما تشوفوها على اليمين من المستوى انت بدك تأخذ منها قيمة فهون بحكي له الـ id للـ color اللي هي بتساوي O.id فأنا أخذت الـ id اللي موجودة في الـ parameter object length للـ color بتساوي O.length وفي نفس الطريقة وفي نفس الطريقة max number of grades للـ color خليها بتساوي O.maximum number of grades هل أحكي له إنه الليست خليها بتساوي ال-o.list هذا فعلياً اللي بعمله ال-default copy constructor اللي من البرمجية فأنا كل شغلي عشان ما يعملي هاي الجملة عشان ما يعطي ال-pointer اللي موجود في ال-new object نفس قيمة ال-pointer اللي موجود في ال-parameter object فأنا بدي أمنعه يعمل هاي الجملة أنا بدي أعمل deep copy زي ما حكينا هون خطويتين بالأول ابني array جديدة بعدين انسخ القيام فمعناها هون أنا بدي أبني بحكي له list ال-pointer اللي اسمه list خليه أشر على dynamic array بداش حجمها ما هو maximum number of the grid أسا في number two شو بدنا نعمل بدنا ننسخ من array ل array فهي عبارة عن loop بتنسخ من array ل array طبعاً كم عدد ال-items اللي موجودات عندي فيها list اللي هني بيساوي الليست في اللوك تبعيتي ما بدها تكلف على ال-array كاملة لا مثلاً لو كانت ال-array بتبتسع لخمسين لكن بس فيها عشر عناصر فأنا فعلياً اللوك تبعيتي بس بدها تنسخ عشر عناصر بكل بساطة بحكي له list of i خليها بتساوي ال-o dot list of i زي ما انتشايفين كمان مرة ملاحظة هي مش حفظ لكن الفرامتر بيكون جاهز أنا بدي أخذ منه القيم فزي ما انتشايفين دايماً ال-o موجودة على ال-right أنا ما بعدل عليه بصلاً ممنوع عمدل عليه لأنه هو constant فهاي بكل بساطة شغل الكوبي كونستركتر بس عشان نلغي هاي الجملة ونحط بدلها انتي بكوبي زي ما انتشايفين او زي ما حكينا لكم بالنظري انه الكوبي كونستركتر متى أنا مجبور أكتبه فقط في هاي الحالة ايش يعني في هاي الحالة يعني في حال انه كان عندي pointer بيأشر على dynamic allocation وقت لا غير اما اذا ما كانش عندي كل class pointer زي اللابات اللي اخذناها زمان انا بكتفي بشغل الكوبي كونستركتر وما يعني ما بتفرق معي كتبت او ما كتبت كونستركتر لكن هون انا مجبور أكتبه لانه الشلو كوبي زي ما عرفنا انها بتعملي مشاكل تمام هسا destructor ايش وظيفته حد الان احنا حكينا هو فقط للطباعة لكن لما يكون عندي pointer داخل اللي class ما يكون عندي pointer داخل اللي class انا مجبور اكتب construct destructor ليش لانه بحكينا هون انت حجزت داخل هالobject dynamic allocation من خلال ال pointer يعني انت هون تخدمت ال pointer في البناء من خلال new operator فلازم لما ينهدم ال object هاي ال allocation اللي انت حجزها dynamically تنحضف بحكي لك compiler انا ما بحدف لك الاشياء اللي انت بنيتها من خلال ال new انت لازم تحذفها من خلال ال delete فبحكي له لما بدك تهدم هال هال object لما بدك تهدم هال object لازم تمسح ال dynamic allocation لاحظة انا ورا سمت ال array برا ال object هي مش موجودة داخل object ففعليا ال compiler ال compiler بيهدم لك ال object فقط اما الاشي اللي انت حجزته باستخدام ال new انت لازم تهدمه باستخدام ال delete فعشان هيك اذا كان عندي pointer داخل اللي class استخدمته في بناء او في حجز dynamic allocation لازم هون يكون عندي destructor هسا destructor بطل هون عندي خيار لا هو الزامي destructor وظيفته بكل بساطة زي ما حجزه لل last pointer باستخدام ال new انت تحذفها فبشكل عام اذا انا بدي احذف dynamic array بحكيله delete انت square brackets واسم ال pointer اللي بيقشر عليها فهون هاي وظيفة destructor لحتى تخلصني من مشكلة memory ايش يعني memory انه انت تطلع من scope لل object قبل ما تحذف dynamic allocation اللي انت بانيها جوا ال is انت كتبنا المرة الماضي وعرفنا ال is full فهو رحي تطلق شوي هناك ال is full دايما كانت تقارن برقم واحد اللي هو maximum لل array اللي انا حاجتها كانت في ال example تعنا 50 لكن هون ال array تبعيتي بصيصتها مش 50 بصيصتها maximum number figures عشان هيك تطلعوا full بحكي بتكون list تبعيتي full اذا كان length عدد العناصر بيساوي maximum number figures فقط هذا التغيير عن list يعني احنا هيك تقريبا حكينا كل اشي عن موضوع لاب اليوم اللي هو كمان مرة بدل ما احجز ال array statically انا هون حجزتها dynamic من خلال بمجرد ما بمجرد ما ضفة pointer بأشر على dynamic allocation لازم اعمل copy constructor هاي كتبنا ولازم اعمل destructor ال copy constructor عشان يخلصني من مشكلة الشلو copy و destructor عشان يخلصني من مشكلة الميموري league حسا في عندنا get length function بيرجعلي قيمة length في عندي function اسمه get maximum number of grades بيرجعلي قيمة maximum number of grades دايما اتذكروا هاي capacity او size لل array size اشي والlength اشي مختلف وفي عندنا get student id بيرجعلي id والinsert اكيد كل ياتكم تذكرينها من المرة الماضية بالاول بشي اذا full بقدرش اضيف مثلا والله سيعتها 50 وفيها 50 عصر خلص فحكي لست بعيتي full انا ما بقدر اضيف لك عليها لكن اذا مش full كانت دائما الاضافة بتكون في النهاية يعني هون انا لو بدي اضيف لحظة length عندي بساوي 3 لو بدي اضيف وين حظيف على index 3 طبعا ليش تأمنه اول عنصر موجود عندي على 0 دائما اول عنصر في position او index 0 فاخر عنصر موجود على length minus 1 فاي اشي جديد وين حظيف انت دائما على index اللي بساوي لك هاي insert زي ما شرحناها المرة الماضي تماما برضو print function زي ما شرحناها تماما بتهت live على كل العناصر مش على كل array فقط على العناصر دائما نتذكر العناصر اشي والsize للarray اشي فاحنا بدنا نتذكر انه range لعناصر الرay شي عن range يعني المنطقة او position للعناصر اللي موجودات دائما range للlist تبلش من 0 اذا بدك تعمل اي operation رح تبلش من 0 الى length minus 1 دائما هتبلش من 0 الى length minus 1 فاخر عنصر موجودات عندي على length minus 1 فعشان هيك اللوق تبعيتي لازم تلب 0 الى i اقل من length طبعا هون اللنت مش داخلي معي بالlوق نكمل هون insert مكتوبة print all مكتوبة retrieve . عندي function اسمه retrieve great خلال نقرأ ب description شو بدو يعمل بحكي retrieve great returning value زي ما شايفين استقبل integer بيرجع integer خلينا نشوف شو بدو يستقبل و شو بدو يرجع بحكي لنا retrieve return great at specified index اه هو بدو يرجع great وين great هاي محجوزة محجوزة في الاري فهو بدو يرجع عنصر واحد فقط من الاري فالfunction يرجع لعنصر من الاري طي ما هو فالعنصر عشان اقدر ارجع لازم يكون الو position لازم انا اعرف وين كان فالfunction هاد هيستقبل الو position للعنصر اللي بدو يرجع تمام فهون البرامتر اللي هيستقبل هال function هي عبارة عن الاندكس او الو position للعنصر اللي موجود في الاري اللي انا بتعمله return ملاحظة هون تحكي out of range رجع لي minus one اه شو يعني هون out of range طلع مثلا لو كانت عندي هال range انا قبل شو حكيت انه range لا اللي استبعيتي من صفر الى minus one حكيت لكم مثلا عندي هال رأي بس فيها ثلاث عناصر انا حكيت دعم return للعنصر اللي موجود على index file بصير هذا الحكي لا ليش لانه فعليا انا فقط عندي العناصر محصورة ما بين 1 و 2 وهي ما بين zero و minus one او مثلا انتو طلاب شعبة عندي 25 طالب بحكي وان الطالب 27 بصير تحكو لي مصطب ما هي الشعبة بس فيها 25 ما بصير انتو 27 فبنفس الطريقة بدو يشتغل الريتريب خلينا نكتبه خليني اجيب هذول الثلاثة حتى نكتبهم نبلش بالريتريب انتجار سموها شو ما بتقوه i location position اللي بتقوية احنا كمان ما رح حكينا هات بجري عمل return لمين للعنصر اللي موجود في القرية القرية تبعيتي اسمها plus position كمان مرة هيك بدو يشتغل لكن حكينا اذا كان الاندكس اللي انت باعته auto-frange لازم ارجع لي minus 1 معناها i وين المفروض تكون محصورة مثلا حسب الامبالتاعنا لازم تكون محصورة ما بين 0 والاثنين اذا كانت اقل من 0 الثنين ماينص 1 بحكي له هاي الرترن ما تبتها ترجع اذا كان الاندكس i اللي انت معطنية اكبر او يساوي 0 مش بس اكبر او يساوي 0 and اقل من اللنت طبعا بدون يساوي لانه اللنت نفسه ما عليه عنصر لاحظوا هون اللنت ثلاث ما فيش عندي عنصر على الاندكس ثلاث اخر عنصر موجود على اثنين فهيك بدو يشتغل هذا الاندكس فإذا كان الاندكس صحيح فرجع لي الاندكس اللي هو العنصر اللي موجود على الاري list على الاندكس اذا لا return minus 1 طبعا هون فيش داعي للألس لانه في عندي return نتعرف return تعمل break من الكون فهي ما بدأ عمل الريتريف كمان مرة بالعادة اللست ما بيكون فيها طبعا الريتريف هي نفس ما بدأ عمل القتار لكن احنا هون ما منرجع الاري كاملة احنا منرجع عنصر واحد موجود في location معين فهيك بتشتغل الريتريف نكمل number 4 او الفونكشن اللي بعده فونكشن عادي لاري عادية نحكي لنا اسمه max grade هو فونكشن برجع لي in maximum grade يعني لو هالطالب اللي عندي هذول علامات وشو على علامة بدي احسبها وارجعها عادي في معي بدي اطلع اكبر عنصر فيها loop مع f statement يلا خلينا نكتبه بشكل سريع طبعا هاي سؤال الري عادي جدا ما بأخذ اي برامتر لانه بده يشتغل على الري الموجود كممبر فهون بكل بساطة loop بيتها تلف على كل العناصر مبدئيا بشكل عام بشكل عام انتو تعرفوا انو اذا بده تطلع minimum او maximum من الري بدي اعرف وتغير مثلا بدي اطني ما ودائما ما بفرقه من عندي طبعا اول قيمة موجودة في الري اول قيمة موجودة عندي اسمها list of zero فمبدئيا انا بدي اعطي الري اول عنصر موجود بدي اعطي max اول عنصر موجود عندي في الري بعدين بدي ابلش اقارنه مع كل العناصر اذا لقيت عنصر الاكبر منه اخلي هو maximum فبحكي له i تتبلش من واحد لأي ماخذ اقارنه i++ يعني اشبه الكياه كأنه انا معي مجموعة من الورق ورقكو بالانتحال بدي اصححها بي اطلع وانا اصحح اعلى علامة فبصحح الورقة الاولى مثلا كانت 15 من 20 بحطها عالجانب بحكي هاي اعلى علامة برجع بصحح الثاني مثلا صارت 18 اه صارت هي الاعلى فبشيل الخمسطعش وبحط مكانها 18 هاي مبدأ عمل الماكسيموم يل فهذا بـ if statement بدي اقارن هل العنصر اللي موجود على الـ index i يعني الورقة اللي بصحح فيها حاليا اكبر من الورقة اللي انا حاطها كماكسيموم اذا up تخليها هي الماكسيموم اذا لا بديش اعمليش تمام فهي بكل بساطة كيف تشتغل الورقة حتى اطلع الماكسيموم فظل علينا اشي بسيط بحكينا اذا هاللست امتي ارجع سوري هون لازم نعمل return سوري دينا نعمل return لقيمة الماكسيموم طبعا هاي return برا اللوب بس يخلص اللوب كاملة بعمل return فكمان مرة هون بحكينا اذا اللست امتي بالبداية مش لازم تعمل هذا الحقيق كلياته لازم ترجع مائنس وان فبكل بساطة بحكي له اما مثل تكون امتي اذا كان الليمت زيره فاما بتحكي if the length equal to zero او بتستدعي الفونكشن اللي اسمه is empty اللي احنا كتبنا خليها استفيد منه هون بحكي له if is empty اذا رجعت true بحكي له return مائنس وان اذا مش true يعني false خلاص هو بنزل على هاي اللوب وبعملها فيش داعي لelse مع block ليش لانه return تطلعني من الفونكشن في حال انه كان list empty هاي بالنسبة للفونكشن اللي اسمه maximum migrate الفونكشن اللي بعده اسمه apg شوف هذا الفونكشن شو برضو يعمل من اسمه find and return the average for the student يعني التي معدل علامات الطالب واحنا بنعرف انه ال average لمجموعة من العناصر شو بيساوي مجموحهم على عددهم فانا لو بدي اطلع معدل هذا الصالب بحكي العلامة الاولى زائد العلامة الثانية زائد العلامة الثالفة تيك لحتى اجمعهم كلهم تنهلنا على عددهم فخلينا نكتب الفونكشن فبدئيا انا بدي الصميشن معناها بعرفها هون double طبعا ليش عرفتها double لاني بدي اقسم بديش تكون integer انتدار فانا مباشرة نعرفها double وهون لوب زي ما عملت قبل شوان بدي امشي على كل العناصر بدي انا العناصر مش كل الري كل العنصر اجمعه على قيمة الصم اها لما تخلص هاي اللوب بيكون الصم موجود عندي في هذا المتغير حسر شو بدي اعمل بدي اعمل return لقيمة ال average اللي هي الصم على كم عدد العلامات اللي عندي بكل بساطة اللي هي اللم تمام بثمان مرة هاي يعني اخر ثلاثة فونكشن حليناهن او لا هاي اخر اثنين فونكشن حليناهن الري عادية اللي كنت تشتغلوها زمان بس بيظل علي هون بحكي لي اذا كانت انتي ترجع مين اصوا يعني زي ما عملنا بالماكسيمون اذا كانت انتي بالبداية بديش اعمل لهذا الحقيقي بكليات وبحكي له رجع ناقص واحد وما تدخل على اللوب اصوا اخر فونكشن طلع اخر فونكشن نوع student اسمه highest average وباستقبل object reference من نوع student معناها وهذا الفونكشن بيرجع object نوع student وباستقبل reference نوع student خلينا نشوف description تبعيته شو بدو يعمل شوفوا بكل بساطة هذا الفونكشن شو بدو يعمل بحكي لي ريتر a student with higher average بديو يرجع object اللي له ال average اعلى طيب معناها انا هون في عندي مقارنة لازم يكون عندي two objects بدي اقارنهم تحكي لي بالملاحظة المقارنة هتكون ما بين color object والparameter طب يلي يكون له color ليش؟ لانه هذا الفونكشن هو الممبر ما بتقدر استدعي الا من خلال object من نوع student فأنا هون صار في عندي objectين لهذا الفونكشن واحد color وواحد parameter فالفونكشن بدو ارجع اللي معدل واعلى ما بين color وما بين الparameter فرح استخدم if the statement طب انا بدي معدل الكولر كيف اطلعه بكل بساطة قبل شوية يعملنا function اسمه average ما برجع بعمل loop وبغلب حالي لا بحكي له استدعي الفونكشن اللي كتبناه قبل شوية اسمه abg هبله مين للcaller شو عرفني انه للcaller لانه مش مستخدم معارض اذا كان ال average اكبر من ال as.abg هون لاحظوا هاي ستستدعي ال function average للcaller هاي ستستدعي للبرامتر هاي ستستدعي للبرامتر اللي اسمه اس طيب اذا كان ال color ال average له اعلى فانا بدي اعمل return اذا شو بدي اعمل return بدي اعمل return للobject ال color اللي انا موجود فيه اه يعني return لمية لل this انتو تعرفوا ايش معنى this this هو عبارة عن pointer بيكون موجود في كل object بنبنى بمجرد ما ينبنى ال compiler مباشرة بحجز pointer جوا بحط ال address تاعه فيه اسم هذا pointer this بس انا هون ما بدي احكيله return this this هي عبارة عن pointer انا بدي القيم اللي بيأشر عليها pointer this يعني this object وبحكيله start فبكل بساطة هاي الجملة بترجع لي ال color object مش صعبة كمان مرة اللي فاهم المعنى this pointer وصلته الفكرة this هو عبارة عن pointer بيأشر على ال object اللي هو موجود فيه مستخدمه او وحده من استخداماته لهاي الغايات اذا انا بدي ارجع ال object ال color نفسه اللي انا بشتغل عليه فبحكيله return قيمة start this من else طبعا بدي ارجع ال object الثاني اللي هو parameter هاي بكل الصار يعني لحد الان تعلمنا شغلتين كيف نكتب copy constructor وكيف نرجع ال color object اللي هي من خلال return start طيب هسا في عنا non-member function شو يعني non-member يعني خارج اللي class يعني مرهوش علاقة اللي class طيب خليني اشوف هذا ال function شو بده يعمل بحكي لنا اسم هذا ال function has more classes خليني نأخذ اسمه طيب that takes two reference of type student بده ياخر معناها parameter اللي هنه 20 reference من مع student هاي اللي اسميه as one student student that's true تمام فهو بيستقبل two reference من نوع student and return the student برضو بده يرجع object من نوع student فهي خلصنا الهدار من سيغة السؤال فهوي function بيستقبل two reference object من نوع student ويرجع object من نوع student خير شو بده يشتغل بحكي لنا return the student who has more best grades الطالب اللي عنده علامات ناجحة أكثر كيف يعني خليني برجكو اياها هون على السامبت مثلا مثلا لو كان الطالب الأول هذول علاماته 90 88 إلى آخر وطالب الثاني هذول علاماته فأنا بدي أحسب أو أحكي من الطالب اللي علاماته الناجحة أكثر اتطلعوا الطالب الأول كم علامة ناجحة عنده طبعا علامة الناجحة يعني أكبر من 50 هي واحد اثنين ثلاث أربعة الخمسة وأربعين راسدة فهو عنده فقط أربعة علامات ناجحة الطالب الثاني واحد هي 60 ناجحة 71 ناجحة 80 50 آه هذا عنده خمسة علامات ناجحة معناها أنا بدي أشوف أعد عدد العلامات الناجحة لكل واحد من الطلاب واللي العلامات الناجحة عنده أكثر هو اللي أرجع لاحظوا هون بس ملاحظة مع إن الطالب الأول علاماته أعلى لكن الطالب الثاني عنده علامات ناجحة أكثر يعني مش بالضرورة إذا كان المعدل التراكمي لطالب أعلى من الثاني إنه يكون عنده علامات ناجحة أكثر تمام فأنا هون ما بقدر أشتغل على الأبرج أنا لازم أمشي على العلامات وأشوف شيك عليهم واحدة واحدة يلا خلينا نشوف شو بدنا نعمل هون أنا بدي أعد العلامات الناجحة لأسوان وأعد العلامات الناجحة لأسوان وأرجع الطالب اللي علاماته الناجحة أكثر بدي كاونتري هاي سي 1 لطالب الأول equal to 0 هاي سي 2 بدي أعد فيها للطالب الثاني تمام فأس بدي ألف على علامات الطالب الأول تحكي له 4 integer i equal 0 i أقل من length i plus plus تمام هاي الأسوان أنا بشتغل non-member function مع أنتي color فشو هاي اللنث اللي أنا كتبتها أنا إيش المقصود باللنث هاي بدي عدد علامات الطالب الأول يعني اللنث لأسوان تمام يعني عادي أحكي له اسوان دوت length برضو لا ليش؟ لأنها اللنث private طب كيف بدي أجيب اللنث بكل بساطة انت بره لclass بدت تعمل access على أي واحدة من ال data members بتروح بتجيبها من خلال الكتر تاعها في عندي function اسمه get length فاستخدمه هذا الget length هيرجع لي عدد العلامات اللي موجودة في الأرية الأولى للطالب هاي هترجع لي عدد العلامات اللي موجودة في الأرية الأولى للطالب تمام شوفوا هون شو بالدعمة بدي أجيب العلامة الأولى وأشايف إذا كانت أكبر من خمسين أجمع العداد آه أنا بدي أجيب العلامة الأولى أنا برا the class كيف بقدر أجيب علامة أنا ما في الأرية كاملة بدي أجيب علامة وهذا الاشي اللي احنا عملنا بشوه ال function اللي اسمه retrieve grade فال retrieve grade هون تجيب لي إياه هن عنصر عنصر واللوب تبعيتي بت هتلف عليها هن عنصر عنصر فبكل بساطة بحكيله أنا من خلال retrieve grade بدي أجيب هاي العلامات هون بحكيله من ال object as one راح تعملي retrieve grade أول مرة بدي لي موجودة على ال index zero المرة الثانية على ال index one المرة الثالثة على ال index two وهكذا فبشكل عام راح يعمل retrieve grade من ال index i بس حكينا هاي شو بتعمل بترجعلي العلامة فبكل بساطة بحكيله هون integer خلينا عرفنا فوق طلعا كيف رقيش عرفنا فوق أو تحل بحكيله مثلا هون integer g هاي الجي اللي أنا بدي أستخدمها لحتى أرجع العلامة فيها هون صارت العلامة اللي موجودة مثلا على ال index zero موجودة في الجي اللي اللي بعديها العلامة اللي موجودة على ال index one صارت في الجي وهكذا بس شو بعمل بقارن إذا كانت هاي العلامة اللي أنا استرجعتها في الجي أكبر أو تساوي الخمسين بكل بساطة بزيد c1 واحد تمام فبكل بساطة هاي اللوب بتروح بتلف على العلامات وحدة وحدة بتجيب لك العلامة إذا كانت أكبر أو تساوي الخمسين بتزيدها على العداد الأول فاللي بدي تعرفون من هذا اللوب إنه أنا بشتغل none member أنا ما في عندي color ما بقدر أحكي له length لازم أستخدم ال get length ما بقدر أحكي له list of i لازم أجيب العلامات أجيبها من خلال retrieve function طبعا retrieve معناها استعادة فهاي كأنها get function لكن مش للقرية كاملة لكل علامة لحدة نفس اللوب هاي تماما لمن بدي أعملها بال student الثاني بس بدي أبدل هون بدل S1 أحكي له S2 وبدل S1 أحكي له S2 وبدل C1 أحكي له S2 فاللوب الأولى جمعت عدد العلامات الناجحة للطالب الأول واللوب الثانية عدد العلامات الناجحة للطالب الثاني بس بدي أضل علي آخر خطفة بدي أشوف إذا C1 أكبر من C2 معناها الطالب الأول عنده علامات أعلى في كيلو ريتر S1 الثالث الطالب الثاني عنده علامات أعلى في كيلو ريتر بس هاي برضه الفكرة رح يجيكوا عليها أكيد باللابات بالامتحانات وبالكوزات فركزوا عليها إذا أنا بره لقلال بدي أعجيب في ممينة أو إلمات معينة من الأراج باستخدام الأراج ثواني شباب بلو سمحتوك راجع فهيك هاي كتبنا إننا الممبر فونكشن طيل علينا المين طبعا المين مكتوب جزء منه وإحنا بدنا نكمل بحكينا complete the main function طلعوا بس خلينا نشوف بشكل سريع المين شو عامل عاملتوا اوبجيكس من نوع السودان أسول وأسطوع عاملين أسول وأسطوع لكن لاحظوا إحنا معطينه إيش بس معطينه سترين هسا الكونسركتر بيحكينا أنا بدي منك سترين وبيدي منك حجم الأراج إحنا هون بس معطينه الإد فشو رح ياخد حجم الأراج رح ياخد هالديفولت اللي إحنا معطي إياها وهي مين ثم هون عاملنا كريات الأسول وأسطوع رح يروح على الكونسركتر بعدين حكينا له هاي اللوب الأولى هتعمل خمس علامات على الأسون اللي هو الأوبجيكت للطالب الأول مثلا وهي اللوب الثانية هتعمل نسرت على الأسطوع اللي هو خمس علامات للطالب الثاني هاي البرة رح اطبعي علامات الطالب الأول اللي أنا أدخلتها وهي رح تطبع لي علامات الطالب الثاني اللي أنا أدخلتها نret소� المطلوب اللي يظل منا هسا بدنا نستخدم الفنكشنات اللي احنا كتبناه بحكي لنا نمبر ون print the ID for the student who has highest average between S1 and S2 هسا بحكي لنا مش الطلاب S1 و S2 لهم علامات فأنا بدي أطبع رقم الطالب اللي عنده علامات أعلى كيف بتعمل هذا الحكي انت أكثر من طريقة في الناس ممكن يختر عبالهم يحكوا طب أنا أستدعي الفنكشن اللي اسمه average ل S1 وباستدعي الفنكشن اللي اسمه average ل S2 وبقارن بينهم وبطبع رقم الطالب اللي علامته أعلى كلامه صحيح 100% لكن طب احنا عاملين هذا الحكي في الفنكشن الفنكشن إذا بتذكروا اللي عملناه لإسمه highest average فأنا بديشتغل عليه كمان مرة اللي بيشتغل على average صحيح 100% لكن احنا بديشتغل نشتغل على الفنكشن اللي كتبنا فهون الفنكشن تاعي اسمه highest average هذا الفنكشن هو من بر فنكشن هو من بر فنكشن فيه color وفيه parameter طب من مين استيعيه؟ من S1 ولا من S2؟ من S1 من أي واحد يريد مريد حتى ببستدعي فأنا نحن بديweisen منه مثلا S1. highest average واخذ S2 تم فهي جملة call financial Define الفنكشن بالoisse こちら on ما بين color S1 علاماته والبرامتر S2 طيب حكينا مهم هذا الفنكشن بده يرجع لي object كذا بتتذكروا هاي الفنكشن بده يرجع لي object من نوع الـ student وين المفروض الـ call statement تبعيته تكون؟ بقدر اضعها في see it out؟ لا فلازم اضعها في object من نوع الـ student ورحكي له هون student S3 ليها بتساوي فهون هاي جميل شو رح تعمل؟ بالأول رح يعمل call للفنكشن اللي اسمه highest average ويشوف إذا الطالب الأول علامته أعلى بيرجع لي S1 أو بيرجع لي S2 رح يحطها في S3 هون رح يكون شغل الـ copy constructor فالـ S3 حتنبنى لكن ما رح يبنيها من خلال الـ constructor العادي لا رح يبنيها من خلال الـ copy constructor هسا بس استرجعنا من هو الطالب اللي علامته أعلى أنا بدي أطبع الـ id تاعه فكيف بدي أطبع الـ id؟ طلعوا هون بس ناخذ الجملة حسب الـ sample اللي موجود عندنا بدي أعمل see out هاي للـ statement is هسا بدي أطبع رقمه الجامعي بكل بساطة أنا في عندي هايه في عندي فنكشن اسمه get id سوري من هون من الـ interface في عندي فنكشن اسمه هايه هايه get student id برجع لي string اللي هو الرقم الجامعي أو الـ id له الطالب فبحكيله هون من accessory اللي هو صار فيه النتيجة من الطالب الأعلى استدعي للـ function اللي اسمه get student id هايه بعدين حسب جملة الطباعة بيكمل بده يطبع لي برضو الـ average with average equal a كيف بتطبع الـ average أنا؟ بحكيله accessory dot federal function اللي اسمه everyg طبعا كمان مرة هاي واحدة من الطرق اللي بدي يشتغل مباشرة على الـ average بحكي إذا الـ average s1 dot average أكبر من student average بكل بساطة بحكي see out s1 dot get student id فالطريقتين صحيحة أخر مطلوب بحكينا print the id for the student who has a large number of past grades ما بين الطالب الأول s1 والطالب الثاني يعني بحكي لي استدعي الـ function اللي انت كتبته اللي فيه has more pass فهذا الـ function كان يستقبل two objects ويرجع لي الطالب اللي علاماته الناجحة أكثر فهي بدي أستدعي هذا الـ function لاحظوا ما إلو color فالـ two objects هيكونوا إلو كـ parameter اللي هنه s1 و s2 بس كمان مرة هذا الـ function برجع object من نوع student فلازم جملة استدعاءه تكون في جملة مساواة مع object من نوع student أنا سميته أسبوع دي مؤسسة ريعة دي ما فيها أي مشكلة لكن هاي الطريقة الوحيدة لحد الآن فقط اللي بقدر من خلالها استدعي الـ function لأنه برجع object فأنا ما بقدر استدعيه إلا من خلال جملة مساواة مع object من نفس النوع خلينا نشوف شكل الطباعة كيف نبدو يطبع the id of a student with more class is without ويعطيني الرقم الجامعي طبعا من خلال الـ function اللي اسمه bit sd صحيحة آآ ومتأكد والآن وكما مرة لابنا تقريبا هو تقريبا للاست لكن هون نحن بنا نبنيها دايناميكلي ليس نبنيها دايناميكلي طبعا نشوف هون 31 ثلاثين. شو الإرار اللي صار علمنا. اه. اف. انا مرة. ميرا. تسعة و تسين.